سلام الله عليكم أغالياتي وأحبتي في الله لغستة اليوم إن شاء الله ستكون حلوة بزاف سهلة تقدر تحضرها في آخر دقيقة وكما راكم تشوفو شكلها بسيط وبزاف راقي إذا نبقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير إذا مكونات هذه الحلوة هي 125 جرام زبدة أو مارغارين زوج مغرف كبار سكر عادي وعندي حبة بيض كاملة وصفار ملعقة ونصف كبيرة كاكاو ونصف كي خميرة حلوة ما يعادل 5 جرام أربع ملعقة كبيرة زيت نباتي وعندي أيضا فانيليا اللي تقدروا تعودوها بعطر شوكولة ونحتاج أيضا فارينة إذا في ينغيسيبيون سنحط المكونات تعي سنعود لكم المقادير عندي 125 جرام زبدة أو مارغارين اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ نضيف عليها ملعقتين كبار من السكر النعيم والفانيليا ونضيف أيضا أربع مغارف كبار تاع الزيت النباتي ونضيف ملعقة ونصف كاكاو البني ونضيف حبة بيض كاملة زائد صفار ونخلطهم شوية هذ المكونات هكذا بسباتيل باش كيندربوهم بالمدرب الكهربائي ما يطيروش علينا وندربهم هنا على سرعات تكون متوسطة وليتحب تعمل المدرب اليدوي واللفوي تقدر تخلطهم المهم خلطوهم حتى يجنسوا نكون مع بعض ونتحصلوا أعلى كريمة رح نبدأ الآن نضيف الفارينة والفارينة تعنا دائما نضيفوها بالتدريج مع نصف باكي تاع خميرة الحلوة هنا الفارينة كنت غربلتها يعني من الأحسن فليغاتو تابعكم دائما تعملوا الفارينة تكون منخولها هكذا نبقى نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصلوه على العجينة اللي تكون طرية هكذا وبعد ما تحصلت على العجينة شوفوا معيا كيفاش يكون قاومها لازم تخلوها شوية طرية ودوكا حنوجد طاولة لعاملتها رح نفرش هنا يا كيس بلاستيكي ولا لوبابي كويسون ونحط العجينة تاعي ونزيد نغطيها بكيس بلاستيكي واحد داخل ونحلها بسمك يكون من 2 حتى 3 مليمتر ونجي نطباحها نغمص طبع تاعي فالفارينة ونبعد نطباحها وانتم ما تطبعوها باي شكل كان عندكم ونجيب كوبات رح نغمصها فالفارينة ونرفض بها حبة الحلوة تاعي ونحطها في الصينية اللي كنت فرجتها بورقة زبدة ولا تقدروا غير تغبروا صينياتكم بشوية رح نجيب شوكولاتة 3 هي ايضا بردة وتماسكت ونبدل لصق كل حبة بحبة كل حبة مع اختها هكذا ونضغط شوية ونتخلص من هداك الزائد هنا ما تبخلوش عملوكم مياه مليحة باش تجيكم الحلوة تاعكم بنينا هاد شوكولاتة على بالي كامل بليسيتوها وعلى بالكم بزيف 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 بنينا وبعد ما نلصق كل زوج حبات مع بعضاهم رح ندخلهم للمجمد خليهم حتى تشد رحهم مليحة هذيك شوكولاتة وتتماسك وفي هاد الوقت رحون ونوجدو القلاسة اشتعنا لي نحتاج فيه 250 جرام باتاتا تغتيني بلون الوجدان نقطحها الى قطة صغيرة ورح نحطها في هنغي سيبيان هنا في 250 جرام شوكولاتة بيضة رح نعمل حبة ونص من شوكولاتة أولي هكذا باش نتحصلوا على اللون تعال القلاسة اشتعناه يجيناك كيمة لون الكريمة نحط شوكولاتة هي الذوب في حمام مائي ولا في ميكرو وانت بعد ما نضوب شوكولاتة هي رح نضيف لها زوج مغرف كبار تعال زيت النباتي هنشوفوا اللون اللي تحصلنا عليه يخرج لون باج ويجي بزيف شباب يخرج لون باج ويعني يشبه الكريمة ويجي الشكل تعاله بزيف راقي نخلي شوكولاتة عي تبرد شوية ونجيب الحلوة من المجمد هنا بعد ما جمدت هذيك شوكولاتة نزيد نحاول نسجمها هكذا واذا لقيت فراغات ننسيي كيفاش نعمرهم ونروح نقلاصي الحلوة تعي بهذه الطريقة هنا بعد ما خدمت ولبعد ما قلاصيت ثلاث حبات رح نجيب شوكولاتة أولي اللي كنت ذوبتها وما ضفت لها أولا شي نحطيتها في كيس حلواني ورح نعملوا بها خطوط بهذه الشكل ونجيب هنا يا كيردون لعود أسنان رح نعملوا شكل تعلمي الفاي بهذه الطريقة هكذا وقلاصي ويعني غرزوج ولا ثلاث حبات فقط باش ما تنشفش هذيك شوكولات وتغبنكم وبعد ما اكملت الحلوة تاعي وزينتها وحطيتها في الكيسات هوليكم شكلها النهائي بصراحة شكلها بزا فرقي كما قلت لكم شكلها بسيط ويجذب في العين يعني بزا فرقي كما راكم تلاحظوا وايضا ذوقها يلبنت بزا فبنينة يعني ذوق جديد ذوق مختلف يعني مبعدوا شوية على كريمة الزبدة وكامل هذه فكرة فقط وتجيب بزا فبنينة وشوفوا كيفاش يجي يذوب في الفم وشوفوا أيضا لون تها شوكولات تغطيني جانا عنده نفس اللون بتاع الجراساج يعني يجاب زف يجذب في العين هذه حلواتنات عنها اليوم شاء الله يا ربي تحجبكم وإذا عجبتكم ما تنسوش تسيوها وتبحثوا لي تطبيقاتكم على صفحة الفيسبوك شهوات جزائرية ومبقى لغنقلكم خياتي تلافير وحدكم واستنوني في وصفة جديدة وفي أماني الله ترجمة نانسي قنقر